اشتركوا في القناة في الوقت الذي بات فيه الغزاويون على شفى حفرة من المجاعة اذا ما اقدم الجيش الاسرائيلي على غلق المعابر وبحسب برنامج الاغذية العالمي فان اهل غزة يعيشون اصلا على حافة الهاوية وتكافح عائلات كثيرة من اجل وضع الطعام على المائدة وبالرغم من عدد الضحايا الذين سقطوا في غزة بسبب القصف الاسرائيلي الا ان رشقات الصواريخ الفلسطينية كبدت اسرائيل نحو 500 مليون دولار خلال الاربعة ايام الاولى من الحرب بحسب صحيفة نيويورك تايمز كتب في لغة الحرب ان تفقد القصة الكاملة من نوم هانئ او كلمة تعني الحياة وهذا وجه من بين الوجوه التي رسمت اسم امنيتها فلا شيء غير فلسطين تكتمل فيها قصص الحب في غزة وعلى خلاف ما يحدث من حرب وقصفة في لغة الموت التي تتقنها اسرائيل الا ان هذا عرص مختلف بنكهة مختلفة يزف فيه الشهيد وقد تكون الهدية على شكل صاروخ لم ينفجر اشقا في تفاصيل عرص جديد وهنا ايضا نكهة بمذاق الشهادة دمعة تحرقها الروح الغائبة غادرت قبل قليل حي الاهازيج الشعبية في غزة لكنها لم تغادر كلمات تردد في الصدى زغردي ام الشهيد وزغردي اما انس اليازجي فهو العريس المنتظر الذي كان يهيئ رسالة عشق لخطيبته منعها صاروخ من الوصول اليها فذهب اليها وبحث عنها يخبرها ما في قلبه وما يريده حتى وان غيبها الموت شهيدة الا ان عرصهم في الجنة وكأنه يؤلف حجرا ويؤلف سلاحا في وجه الموت تقول ضحكة العريس نحن نحب الحياة اكثر واكثر من هذا ان لغزة عرصا لم يتوقف بعد فما يزال هذا الختيار يعزف بالشبابة بالناي ليلة فرح غزاوية